احنض الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين من جاءنا بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال والأقوال والأحوال ما ترك من شيء يقربنا إلى ربنا إلا وقد دلنا عليه وما ترك من شيء يبعدنا عن الله ويقربنا من النار إلا وقد حذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نود أن نتكلم عن مشاكل أسرية تحدث في جميع البيوت ما من بيت إلا واعتريه مشاكل أسرية هذه المشاكل وتلك الأزمات لنا فيها علاج عند خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم لأن بيت النبوة بيت محمد صلى الله عليه وسلم كان به مشاكل هذه المشاكل لم يخلو منها بيت نبي من أنبياء الله ولا عالما ولا صالحا ولا وليا كل البيوت تعتريها أزمات وتعتريها مشاكل أسرية حتى بيت خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم ولكن كيف تدار هذه الأزمات كيف تحل تلك المشاكل الأسرية إذا ما أتت إلينا وتدخلت علينا في بيوتنا أولا نقول النساء أربعة امرأة تملك القلب والعقل وقلنا في الحلقة الماضية أن هذه المرأة مثل خديجة رضوان الله عليها زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامرأة تملك القلب لا العقل وامرأة تملك العقل لا القلب وامرأة لا تملك عقلا ولا قلبا نسأل الله السلامة والعافية امرأة تملك القلب والعقل مثل خديجة رضوان الله عليها في عقلها في حبها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت عاقلة فكانت تملك عقل النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها وكيف أثرت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأنوثتها حتى قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رزقت حبها رضوان الله عليها امرأة تملك القلب لا العقل هذه مثل عائشة رضوان الله عليه عائشة كانت تملك قلب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل للرسول صلى الله عليه وسلم من أحب الرجال إليك قال أبو بكر قال من النساء قال عائشة قال من أحب النساء إليك قال عائشة قالوا فمن الرجال قال أبوها رضوان الله عليه فعائشة كانت تملك قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن كان هناك أزمات تحدث في بيت النبوة بيت محمد صلى الله عليه وسلم وتأتي من عائشة رضوان الله عليها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وهي من شدة حبها لنبيها صلى الله عليه وسلم وزوجها محمد كانت تحدث الأزمات بسبب أمثال هذه الأمور فعلى ثبيل المثال لا على سبيل الحصر صفية ضرت عائشة رضوان الله عليهن جمعه صفية زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عائشة كانت تغار من صفية حتى إنها في يوم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حسبك من صفية وأشارت بيدها كذا وكذا وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت يعني هذه الكلمة التي قلتيها يا عائشة في حق صفية وصفية لم تحضر هذا الكلام فأنت تكلمت في حق صفية وأشرت بيدك تنتقص من شأنها وتستقلي من أمرها من أنها قصيرة هذه الكلمة لو مزجت لو وضعت في ماء البحر لغيرت لونه وطعمه ورائحته صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صفي كانت عائشة تغار من زوجات النبي وخاصة من صفية حتى إن صفية رضوان الله عليه لما أرسلت يوما بطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانظر كيف أدار النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأزمة في بيت النبوة وفي مسجده في وسط أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صفية ترسل طعام إلى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم والنبي يجلس مع أصحابه في المسجد وتأتي ويجلس الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب من حوله ولك أن تتخيل الحالة الآن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أرسلت إليه زوج صفية بطعام والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه في المسجد والطعام في وسط الحلقة وهم يأكلون فعلمت عائشة رضوان الله عليها أن صفية قد أرسلت بطعام إلى خير البرية وعائشة تقول عن صفية ما رأيت مرأة تطهي طعاما مثل صفية ما رأيت مرأة قد تطهي طعاما مثل صفية فصفية لأنها كانت من نساء اليهود واليهود كان عندهم خبرة في أمر الطعام حتى إن عائشة كانت تقول هي وحفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيران صفية فيقولان لها يا بنت اليهودية يا بنت اليهودية فكانت تبكي فلما رأها النبي صلى الله عليه وسلم أنت تبكي ليه؟ قالت له يا رسول الله إن صفي إن عائشة وحفصة يقولان لي يا بنت اليهودية فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ألا إدر بيهم اعمل لي لا ألا إذا قال لك ذلك مرة لو ألو لك الكلام ذتاني مرة قولي لهم أبي هارون عمي موسى زوجي محمد صلى الله عليه وسلم من اللي يدرك هذا الشرف؟ أبي هارون صفية تنتهي نسبها إلى نبي الله هارون وهارون أخو موسى فقولي لهم أبي هارون عمي موسى زوجي محمد صلى الله عليه وسلم فجه النبي دخل عليها مرة تانية فلاها قعدة بتبكي بتبكي لي صفية قالت له ألولي تانية رسول الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح دمعة صفية بيده صلى الله عليه وسلم الحاصل إن النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليه كيف أضار الأزمة النبي شوف أضار الأزمة إزاي؟ لما أرسلت إليه صفية وهي تجيد طهي الطعام وعائشة تعترف بهذا الأمر تقول ما رأيت مرأة قد تجيد الطعام مثل صفية وصفية ترسل بالطعام لخير البرية في المسجد والأصحاب يلتفون حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي يأكل والأصحاب يأكلون فجاءت عائشة رضوان الله عليها مؤتزرة غاضبة ومعها فهر حجر وأتت بالفهر أي بالحجر أتت بالفهر بالحجر فألقته في وسط القصعة في وسط الطبق في الإناء فانفرق نصفين والطعام كان على جنبتي القصعة وطار على الصحابة طار في الأرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العائشة جاء غضبانة مؤتزرة غضبانة ومعها فهر أي حجر وألقت بالحجر في وسط القصعة فانفلقت نصفين وطار الطعام وماذا يفعل تخيل هذا الموقف معه هو مع من؟ ومع خير خلق الله قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم والنبي فين؟ في المسجد في وسط أصحابه أبو بكر عمر علي عصمان طلح الذبير إلى آخر أصحاب النبي كبار الصحابة في مع النبي محمد كل أصحاب النبي يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي امرأته بالفهر بالحجر تضرب الحجر في وسط الإناء فينفلق ويقع الطعام وماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والله هذا لو حدث معي أو معك لطلق امرأته أمر الرجل عندئذ يقول ذهبت رجولتي قلت ذهبت ولكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انظر بقى كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم أم هذه الأزمة لما حدثت عنده من امرأته من زوجه من عائشة رضوان الله عليها في وسط أصحابه رضوان الله على الجميع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم قموا بأم meg ظهرم وقال غارت أمكم غارت أمكم كلوا غارت أمكم كلوا غارت أمكم كلوا غارت أمكم ولم يزد على ذلك صلى الله عليه وسلم يلم الطعام قلوا غارت أمكم ما قام aura الأم وما طلق عائشة وما ضرب عائشة وما امتدت يده على عائشة وإنما بين العلة لأصحابه رضوان الله عليهم إيه الدافع اللي خل عائشة رضوان الله عليها تفعل ذلك في محضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لم تتحمل عائشة رضوان الله عليها ما تحملت أن تهدي إليه صفية في يومها طعام فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من طعام قد أجيد طهيه هو وأصحابه ويعلمون أن هذا الطعام هو طعام صفية وأن عائشة لم تصنع مثل هذا الطعام فغارت عائشة رضوان الله عليها من شدة حبها ومن شدة تعلقها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما النبي فيعلم العلة والدافع الداخلي الذي دفع عائشة رضوان الله عليها من أجل أن تقوم فتأتي بالفهر وتأتي متزرة وهي غاضبة فتضرب الفهر فتضرب الفهر تلقي بالفهر في وسط القصعة فتنفلق نصفا ولا يزد على أن يقول قلوا غارة أمكم قلوا غارة أمكم صلى الله عليه وسلم موقف يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول عائشة تعالي يا عائشة أنت قصرت الإناء الإناء ده بتع مين؟ بتعصفي إناء بإناء ده مش ملك أنا يا عائشة ده بتعصفي إناء بإناء فأخذ إناء عائشة رضوان الله عليها وأرسل به إلى أمنا أم المؤمنين صفية رضوان الله عليهن جمعات وعالج النبي صلى الله عليه وسلم القضية ولم تحدث مشكلة في بيت خير البرية صلى الله عليه وسلم على الإطلاق لم تحدث مشكلة يعالج النبي صلى الله عليه وسلم الأزمة ولم يفتعل صلى الله عليه وسلم مشكلة أصلا وإنما يعالج كل مشكلة تفتعل في بيته صلى الله عليه وسلم هذا موقف وموقف آخر يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يأتي من أجل أن يزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي أبو بكر صاحبه فريح يزوره في وقت الله يره يطرق الباب فإذا بأبي بكر يسمع صوت بنته عائشة يرتفع على النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر طرق الباب بشدة وبيزوء الباب يخش فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذنه لأبي بكر إذنه لأبي بكر إذنه لأبي بكر إذنه لأبي بكر دخلوا أبو بكر فدخل أبو بكر رضوان الله عليه يقول لابنته عائشة ترفع صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع ياده يريد أن يلطم عائشة رضوان الله عليه عائشة تجري تستدير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتستخبى هي كانت مختلفة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة ما بينها وما بين مين؟ بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر سمعها وهي بترفع صوتة على من؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يؤدبها ها هنا؟ أبو بكر الصديق أبوها رضوان الله عليه يريد أن يضرب عائشة عائشة تحتمي بمن؟ تحتمي بمن كانت تتشاجر معه تحتمي بمن كانت ترفع صوتها عليه فتحتمي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تجري تستخبع ورا من؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يستدير يجي يجي يلف من وراه عاوزين يضرب مين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع مين يدفع أبو بكر رضوان الله عليه أبو بكر مصنم يضرب عائشة لأنها رفعت صوتها فوق على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم لحد ما النبي يدفع أبو بكر وعدين يقوله طب سيبنا بقى أبو بكر دلوقتي وروها فيخرج أبو بكر ثم يعود أبو بكر خطبان رضوان الله عليه خرج بس لسه زعلاء برضو لسه نفسه ما هديتش ازاي عائشة ترفع صوتها على النبي عاوز يرجع مرة تانية يضرب عائشة رضوان الله عليه لانها رفعت صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فعاد مرة تانية ابو بكر فلما عاد ابو بكر فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك هو وعائشة فابو بكر قوله بقاه والله ما رأيت مثل هذا اليوم من غضب يطبعه رضا والله ما رأيت مثل هذا اليوم من غضب يطبعه رضا عادة الانسان لما بيغضب مع زكته بيستمر الغضب يوم يومين ساعة ساعتين ولكن ابو بكر خرج وهو لسه ابو بكر غضان لسه مهديش عاوز يضرب عائشة فرجع تاني عشان يضرب عائشة واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك هو وعائشة فقول لي بقى والله ما رأيت مثل هذا مثل اليوم قط من غضب يطبعه رضا أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما انظر النبي أبو بكر أول ما خرج من عندي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى يتعجب أبو بكر يقول والله ما رأيت مثل اليوم من غضب يطبعه رضاء صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنا بقوله أن الإنسان النساء أربعة امرأة تملك القلب والعقل وامرأة تملك القلب ذي مين زي عائشة ولكن هي تملك القلب امرأة تملك قلبك ما فيش مشاكل لا في مشاكل أنت تحبها هي تحبك ما فيش مشاكل هيكون في أزمات لا آه هيكون في أزمات يستحيل أن ما يكون في أزمات ما حبك لها وما حبها لك لابد أن يكون هناك أزمات النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة حتى إن عائشة رضوان الله عليها في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد جاء الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجت عائشة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم بص كده من خلال ستري زي شباك والنبي بص فجت عائشة من خلفه وأسندت صدرها إلى ظهر إلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم وضعت ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ومالت على الرسول يعني هي أقصر في الطول من النبي صلى الله عليه وسلم فهي يعني زي ما نقول بتشب على رجلها فتحمل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تنظر من فوق كتف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستند عليه وحطَّد أنا على كتف النبي ومحمل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بالبسط على الحبشة وهم يلعبون والنبي صلى الله عليه وسلم صابر سابها شوي كده قال فرغت يا عائشة قالت له لا يا رسول الله ليس تخلصت Baptist يا أبو لأنت خلصت أنا سيبك وبرك الأرب ساعة حمل علي فوقي وأنا سيبك بقال لي ربع ساعة وتخلصت يا عيشة أفرغت يا عيشة قالت لا يا رسول الله لسا ما خلص يا عيشة بتقول لي با وإني والله قد فرغت أنا فرغت أنا شفت خلاص وتفرغت وخلاص وإني والله قد فرغت ولكني أردت أن أرى مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لي أفرغت يا عيشة قال لي لا ما فرغتش يا رسول الله هي خلصت بس هي عاوزة تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم هيصبر عليها ولا مش هيصبر صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب ولا يقول لي عيشة خلاص ما فرغتش خلاص لحد ما تفرغ يا عيشة براحتك صلى الله عليه وسلم فكانت تعرف مكانتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه امرأة تملك القلب تملك العقل تملك القلب للعقل امرأة تملك العقل والقلب خديجة امرأة تملك القلب وهي عائشة رضوان الله عليها معنا مكلمة اسلام سهد فضل اسلام انا شايف انا اسلام فضل لو سمعت نعز اسأل سؤال حبيبي فضل هو التسوع والعشورة هل هي الصيام سنة على الرسول تسوع وعشورة ماش حبيبي اذا سألك ايجاوبك عليه نصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشورا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشورا قال ليه اليهود يصومه يوم عاشورا فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه واغرق فيه فرعون وقومه فنحن نصومه فاليهود فاليهود كانوا يصوموا اليوم ده يوم عاشورا ليه؟ لأن ربك تبارك وتعالى نجى فيه سيدنا موسى من عضو الله فرعون فكانوا يصومون شكر لله أن نجى الله في هذا اليوم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليه بأه أنا أولى بموسى منهم أنا أولى بموسى منهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشورا وبيت الإسلام كان صيام يوم عاشورا قبل ما يفرط شهر رمضان كان صيام يوم عاشورا فرد كان صيام يوم عاشورا كان فرد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الكل الكبير والصغير حتى من نسوة المرأة كتولبة والله كنا نلهي الصبية بالحجر نضعه في الفهر يجيبه في الإناء حطوا الحجر كده كأنه بيغلي كأنها تلهي الصبية كأنها تصنع لهم طعام حتى يؤذن للمغرب فيفطروا مع المفطرين حتى الصبية كانوا بلهوهم في بداية الأمر لأن صيام عشراء كان فرد ثم النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه كان يخالف اليهود حتى في فرق شعره صلى الله عليه وسلم حتى في فرق الشعر كان يخالف صلى الله عليه وسلم فكان اليهود يقولوا ما لهذا الرجل يعرف عنا شيء إلا وخالفنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا أفنيتكم يعني الشوارع بتاعتكم فإن اليهود لا تفعل اللي هوب ما بينظفوش لأ أنتوا تنظفوا نظفوا أفنيتكم يعني رؤوس الشوارع إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر شوارع المسلمين أن تكون نظيفة نظفوا أفنيتكم يعني شوارعكم رؤوس الشوارع فإن اليهود لا تفعل فكان لا يعرف عنهم شيئا إلا خالفهم فيه صلى الله عليه وسلم فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاش وراء فرد فلما فرد صيام شهر رمضان أصبح صيام يوم عاش وراء سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال أحتسبوا أن يكفر الله ذنوب سنة خلت يعني ذنوب السنة الماضية صيام يوم عشراء بكفر ذنوب السنة الماضية ثم النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فكان يصوم تاسعاء أمر بصيام تاسعاء لأنه الألئبة لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر فمات من سنته صلى الله عليه وسلم فتكون السنة صيام يوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم معنا اتصال أستاذ صبري من الشرقية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ صبري أزاي حضرتك عام الشيء أزايك يا فندم أزاي حضرتك بقول لحضرتك أن ده الموقف بتاع تسين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم أما كان صوت عائلي على النبي أو صفع توقع النبي صلى الله عليه وسلم نعم فسيدنا أبو بكر ما تكادش يعني حاول أن هو يضربها حاول أن هو يقيها علشان خطرنا ما تنفعش تامل كده مع زوجها اللي هو النبي عزيز الثلاثة نعم أنما اليومين تقول إن لو حد واحد غلطت في زوجها وجد زوجها يشتكل أهلها ما يرضاش يضربها وقدم منه ما يرضاش يشتمها وقدم منه طبعاً لأنه النبي تسلم تمام بس النبي أبو ستنع إيش اللي هو سيدنا أبو بكر ما لقاها صوتها يعرفها فعفة وقصات النبي ما استناش سيدنا النبي إن هو يكلمها أو يزعها لها ونقأ هو بنفسه قام إن هو يضربها تمام لو رضى عنها يرضى عنها للطبع الله تعالى تمام تمام ماشي ماشي تسلم حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر وحث على الزواج قال تنكح المرأة لأربعة أربعة أمور تنكح من أجلها المرأة لمالها لجمالها لحسبها لدينها فاذهر بذات الدين تربت يدك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمر أن هو ينكح المرأة ذات الدين والمرأة ذات الدين الأصل ألا يعلو صوتها على زوجها وإن حدث فهي رجاعة تتوب إلى الله تبارك وتعالى لأهلها تنكح لأهلها النبي أمر أن الإنسان ينكح المرأة لدينها طيب المرأة هتكون ذات دين إزاي إلا إذا كان أهلها ذات دين يعني إن الإنسان يتخير يتخير من يتزوج يتخير أهلها يتخيرها يتخير أهلها ذي الأمور ديات وهذا ما يأتي معنا في المرأة الرابعة التي نتكلم عنها وهي المرأة التي لا تملك القلب ولا العقل فهو سؤال أخونا تقريبا يعني هو اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة اللي هي المرأة لا تملك القلب ولا العقل نسأل الله السلامة والعافية وها معظم مشاكل البيوت الأسرية سواء كان البيت هذا البيت يلتزم بالأخلاق المحمدية أو لا يلتزم سواء كان هذا البيت بيت تقام فيه الصلاة أم لا تقام هذا البيت بيت مسلم أم غير مسلم امرأة لا تملك القلب ولا العقل بداية ماذا نصنع مع أمثال هذه المرأة قبل أن نوجه إليها رسالة نوجه الرسالة للرجال أولا نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسكى التسليم ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم وزكريا إذ نابى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة نبي الله زكريا كانت امرأته صليطة اللسان كانت تسبه نبي الله زكريا امرأته كانت تسبه كانت تشتم نبي الله زكريا وكان صوتها يعلو عليه وكانت تلعنه تلعن نبي الله زكريا وكان يصبر عليها صابرا محتسب يصبر عليها حتى قال الله وأصلحنا له زوجة في بعض العلماء بيقولوا أنه أصلح له زوجة وأنها ما كانش بتخلف وبقى تخلف ولكن القول الراجح في المسألة وإن كان الآية تحتمل هذا وزاك أن امرأة نبي الله زكريا كانت تؤذيه وكان يصبر عليها حتى أصلحها الله تبارك وتعالى حكوا عن عبد الله ابن زيد القيرواني الذي كان يقول عنه العلماء أنه كان مالك الأصغر عبد الله ابن زيد القيرواني من علمه كان يقولون عنه أنه كان مالك الأصغر حكوا عنه أنه كان جالس مع بعض طلابه ودخل عليه ابنه فبره برا شديدا فتعجب الطلاب من شدة بر الولد بأبيه فقال لهم أتعجبون من بره؟ والله هذه لكل الرجال والله لقد تزوجتم أمه سلاسين عاما وما ابتسمت في وجهي قط وما قالت لي كلمة طيبة قط شوف عبد الله ابن زيد القيرواني بقول إبقى لما شفوا ابنه ببر أوي بقوله أنتم بتتعجبوا من بر ابن ده؟ أنا تزوجت أمه تلاتين سنة والله بيقسم في التلاتين سنة ما ابتسمت في وجهي مر عابسة في التلاتين سنة عابسة انقشارة في وشه وما قالت لي كلمة طيبة قط تلاتين عام فصبرت عليها حتى عوضني الله بهذا الولد فبرني كما ترون كان رجل من علماء مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاءت امرأته تسبه وتنتقص من شأنه فقال لها أنت يعني أنت بتقولي الكلام ده ازاي؟ امرأة جاءت إليه تسبه وهو عالم قال لها أنت تنتقصين من شأنه أنت تسبونني وتلعنينني وتنتقص من أمري انظري خارج البيت واذهبي إلى المسجد رسول الله فانظري الناس المرأة ذهبت إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت المسجد يضغ بما فيه امتلأ عن بكرة أبيه والكل قد أسغى بأذنيه وكأن على رؤوسهم الطير الكل في سكون وفي أدب وفي خشوع في حضرة مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا العالم يلقي درسه على هذا الجمع الكبير من الناس والكل يقدره ويحترمه بعد معاة وهي رجعت قال لها شفتي الناس قالت له شفت قال لها واما رأيتي قالت له رأيت كل الناس يلتزم الأدب إلا أنت رأيتك تصيح وترفع يدك وتعلي من صوتك وتخفض هي تنظر إليه بعين النقمة تنقضه حتى وهو يلقي درسه وهو يعلم الناس دين الله هي تنقضه فهذه امرأة لا تملك قلبا ولا عقلا معنا الأستاذ آية من الجيزة عليكم السلامة الله وبركاته فضلي بزيك يا شخص محمد بزيك يا حضرتك بزيك يا حضرتك أنا أعتالك في سؤال كده بس معرفة ممكن أن أطول معك شوية بس أنا محتاجة أن أتكلم معك يا عم طيب حاولي تختصري فضلي ممكن حضرتك توطي التلفزيون بس عشان الصوت يكون عندي كويس معايا حضرتك معاك يا فضلي رضبانا رضبانا عن المرأة التي لا تملك قلبا ولا عقلا نسأل الله السلامة والعافية هذه المرأة التي لا تملك القلب ولا العقل كيف يتعامل المرء معها يتعامل معها بالصبر كما تعامل نبي الله زكريا مع امرأته حتى أصلحها الله له وكما تعامل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه مع امرأته وهي ترفع صوتها عليه وهو من هو؟ كما فعل عبد زيد بن عبد الله الكيرواني وقد صبر على امرأته ثلاثين عاما حتى عوضه الله بولد كان أبر الناس بأبيه فالكل إنسان يلتزم مع امرأته الصبر والله تبارك وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب كما أخبر ربنا تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يجزل له العطاء في الدنيا قبل الآخرين. الله تبارك وتعالى يجزل له العطاء في الدنيا قبل الآخرين. الرجل مأمور بالصبر إذا مبتلي بمرأة لا تملك قلبه ولا عقله فهي دائما وأبدا تؤذيه يتحلى معها بالصبر ولكن هذه المرأة لابد أن نوجه لها رسالة. أستاذ عادل من أسيوت؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت أسأل سؤال يعني. فضل. بالنسبة لأ كنت متزوج وحصل مشوار طلافج. وإيه؟ لا قول تاني؟ كنت متزوج وإيه؟ حصل مشوار طلافج. جاء لي عاوزة طفلال ثلاثة أربع شهور يحصل حمد. لأ حضل. يا أستاذي. وبعد كده على أساس يحصل حمد ثاني ما فيش. وروح من دكاتها الكثير بالنسبة لها كانت لها مشاكل كثيرة يعني. وحاولنا أن نعرج المشاكل ديه بس ما كانت لها صبره. وطرق بتطلقه. وتحجزت يعني. مش عاوزة تخبز. مش عاوزة تكمل السلم. ولا مش عاوزة تعمل كذا. أو مش ما بناشي خبيز يعيش. وكنت أجيب عايش مصر المبرة والحياة دي على أساسي يعني. أمور تمشي. وكنت راضي بنصيبي. وعركت أنها تجوزت فقط العدة باسبوع. وتجوزت إمتى؟ وتجوزت. وعقد لها معزون يعني. من بره البلد وبعد كده. كلما خشت المشوار خطوبة وجواز. تبعت نفسية وتتركش وتتركش للمشوار ده. وفي حديث يا ريت. يا شيخنا كنت عزف تكر. وقاء في حديث عن رسول الله عليه وسلم. دي حديث مع معنى. أيام أمرأة طلبت طلاقا من زوجيها غير عصر. إن زال تشم رائحة الجنة. وأيام رجل تخبز إلى أمرأة. بس أنا فكرت الحديث. ومش عارف عمليك مشكلتي. الحمد لله أخذت فترة جاندة. حبيبنا. انت الزكتك طلقت. صح؟ حبيبي. حبيبي. مبرز علان والأطبال. انت سمعني؟ أه سمعك. طيب هي طلقت صح؟ طلقت وتزوجت. طلقت وتزوجت. ايه مشكلتك انت دلوقتي؟ هي ما سكتاش. بتبعت ناس وتفركش للمشوار كثيرة في المشوار الجوار. يعني هي من الأخذ مش عاوزك تتجوز تاني بعدها؟ أه. والحمد لله ربنا كرمنا. وكنت عادة تكرر الحديث يا ريت. تقول الحديث اللي قلت لك عليها ده. أه. 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 بس يا حبيبنا حبيبنا صلى على النبي صلى على النبي. خلاص عرفت سؤال حضرتك. بص حضرتك. هي اللي أنا عرفته أن حضرتك طلقت. طلقت بسبب. طلقت بسبب. أن أنت مفيش إنجابه كده. فالمسألة دي احنا ما نقدرش. يعني هي بترجع عليها. إذا كانت هي تريد إنجاب. ولا تستطيع أن تحيا بدون ولد. فهذا حقها. من حقها. زي ما أنت من حقك تزوجت امرأة. وهي ما بتنجبش. حتى لو كانت بتنجب. وحبيت تتزوج من حقك أن أنت تتزوج. من حقك أن أنت يكون لك ولد. وكذلك هي من حقها أن هي يكون لها ولد. ولكن المسألة بنقول فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. إمساك بين نمسك بالمعروف نسرح بالإحسان. إذا كانت تصبر إذا كانت تصبر ولها الجنة معك تصبر. لا تستطيع أن تصبر وهي تريد الولد. فهذا حقها ولا أحد يستطيع أن يلومها فيه. دي نقطة الثانية. حضرتك بتقول لي إن أيما امرأة طلبت الطلاق لم تشمر أحد الجنة. فعلا في هذا الحديث. ولكن إذا كان بدون سبب. لكن لو المرأة طلبت الطلاق بسبب لا شيء فيه ولا حرمت عليها. أبغضت الحلال عند الله الطلاق. لكن إذا كانت العشرة محالة. والمرأة لا تستطيع أن تحيا معه. وعندها السبب من أجل الطلاق. وهذا السبب شرعي. يعني مش بقول لك سبب إن هي عرفة رجل تاني. ومش بقول لك السبب إن هي تخل رجل أو تصادق رجل على الفيسبوك أو على أي موقع من وسائل التواصل الاجتماعي. عندها سبب زي مثلا إن هي عاوزة تخلف. ففي هذه الحالة لا حرمت عليها. أما إن هي تؤذيك بعد طلقها. فهذا لا يجوز وهذا إجرام إن حدث منها. فهذا إجرام وهذا أمر هي تحاسب عليه أمام الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لها أن تفعل أمثال هذه الأمور على الإطلاق. ربنا تبارك وتعالى بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم. أنت قد أفضيت إليها وهي قد أفضت إليك. أنت لا تذكرها على الملأ بالسوء. لا تذكرها على الملأ بالسوء في أمثال هذه الأمور. اذكر محاسنها اضع الله لها أن يصلح الله حالها. وهي كذلك لا تؤذيك ولا تتبعك ولا تسر خلفك ولا تتعمد أزيتك. فهذا لا يجوز وهذه ليست أخلاق إسلامية. وهذا لم يدعنا إليه محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. وإنما هذه الأفعال أفعال المجرمين وأفعال الصحرة وأفعال المشعوزين الذين يخربون بيوت المسلمين. المرأة إذا ما صارت خلف الصحرة والمشعوزين تخرب بيتها بنفسها. وتخرب بيت زوجها. وتأتي خراب البيوت من أمثال هذه الأمور. وهذه رسالة نوجها للنساء جميعا. اتقينا الله في أزواجكم. وارقبنا الله في بيوتكم وأولادكم. ولا تخضعنا بالصوت فيطمع الذي في قلبه مرض. رقبنا الله في أزواجكم في بيوتكم في أولادكم. والمرأة تصبر مع زوجها. المرأة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها. جاءت إلى النبي شاكية. المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظر أين أنت من. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظر أين أنت من. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حسها وما شجعها ألاها سبي. ما قال لها سبي. ما قال لها شي ترقي هذا رجل مجرم. ما قال لها شي ابعد عنه. ما قال لها شي رفع صوتك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعالج بحكمة. وهذا يا ليت النساء تسمع هذا وتفق ذلك وتعيه. حتى تستقر البيوت بطاعة الله رب العالمين. وبمحبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية لزوجها. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت من. انظري أين أنت من. فإنما هو جنتك ونارك. انظري أين أنت من. انت في منه من قلبه من صبرك عليه من احتسابك من رضاك. المرأة تصبر. كما أننا نأمر الرجل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. استوصوا بالنساء خير. فإنهن خلقنا من ضلع أعوج. وإن أعوج ما في الضلع أعلى مخها. وإن أعوج ما في الضلع أعلى المخ. دمخها صعب عنيدة المرأة عنيدة. والرجل لا يحب المرأة العنيدة. هذا الكلام للرجل وللمرأة على حد سواه. إذا ابتليت وإذا ابتلاك الله بامرأة عنيدة فاصبر. وأقول للمرأة الرجل لا يحب المرأة العنيدة. مش في كل شيء عندي. تعودي أن تقولي نعم. تقولي حاضر. ابتسمي. قولي له نعم. قولي له حاضر. صلى الله عليه وسلم. استوصوا بالنساء خيرا. إن استوصيت بالنساء خيرا كما أمرك النبي. وكنت كما قال النبي خيركم خيركم لأهل. وإن كنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خيركم ألطفكم بأهله. أم ناس البيوت بيوت المسلمين. الرجل إذا كان ملتزم والمرأة إذا كانت ملتزمة. يظنون أن الالتزام في البيت إنما هو صلاة. إنما هو صلاة. إنما هو ذكر لله تبارك وتعالى. ولا شيء غير ذلك. ما فيش مرح في البيت. ما فيش ضحك في البيت. من لألك كلام ده؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يمازح زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم آتت إليه يوما سودة. بنت زمعة. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تذور في بيت عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم. كان رجله على حجر عائشة. فلما دخلت سودة تقول عائشة. فوضع رجله في حجر سودة ورجله الأخرى في حجر تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أسند ظهره إلى الحائط ورجله اليمنى في حجر عائشة ورجله اليسرى في حجر سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بتقولك وكان عندنا حريرة حريرة عملة زي المهلبية كده زي العصيدة فقالت لها كلي عائشة بتقول لي سودة كلي فقالت لها لا أكل فعائشة قلت لها كلي قالت لها لا أأكل أصرت عائشة أن تأكل وأصرت سوداء أن لا تأكل فعائشة قالت لي بقى لا تأكلن أو لألطخن وجهك فقالت لها أكل فرحت عائشة وغدى الحريرة اللي عاملة زي المهلبية العصيدة ورحت ضربها في وجهها فلطقت وجه سوداء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك تقول سوداء فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رجله من حجري حتى أستقيد يعني أخذ حقي من عائشة وهو يضحك صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الحريرة بيده ووضعها في يدي وقال لي استقدي يعني أخذ حقيك من عائشة قالت فلطقت وجه عائشة كما لطقت وجهي والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا يضحك بيوت فيها السكينة فيها المودة وفيها الرحمة إذا تعلمنا هذا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سادة الرحمة وسادة المودة في البيوت فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وقد وصلنا إلى نهاية الحلقة وإلى لقاء آخر إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمتم في رعاية الله وأنا اشتركوا في القناة